إلى ذلك أكدت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الاثنين في ساحل حضر موت شفاء الحالة المرضية من فيروس كورونا والمسجلة بمدينة الشحر وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية والسريرية للمريض وبالإضافة إلى نتائج الفحوصات المخبرية للمريض ومخالطي جميعها كانت سلبية وأضاف الوليدي أن وزارة الصحة العامة والسكان سوف تقوم بمواصلة كل التدابير الاحتياطية والإرشادات الوقائية المتبعة لمثل هذه الحالة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية